أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلابي الغة والأدب في شمح لمادة الأسبوع الرابع من وحدة حدود الشمس وهي الوحدة الأولى التي نتناولها في هذا الفصل الدراسي أذكر أن الفن الأدب الذي نتعامل معه في هذه الوحدة هو فن المقال إذن الهدف من حصتنا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع الرابع وأبرز الخطوط العريضة التي يجب أن نغصيها في هذا الأسبوع أذكر أن المفهوم الرئيس الذي سنتناوله في هذه الوحدة هو الروابط وأقصد بالروابط غير العلاقات تجمعنا جميعاً علاقات تختلف باختلاف طريقة تعاملنا مع بعضنا فهناك علاقات الزمالة والصداقة والأخوة إلى غير ذلك من علاقات سنقوم بالتركيز على هذه العلاقات وكيفية إحداث التغيير من خلال الموضوعات التي سنطرحها في هذه الوحدة المفهوم بالصلاة هو وجهة النظر فيطلب منك أن تعبر عن وجهة نظرك في القضايا المطروحة بموضوعات الوحدة كوجهة نظرك بموضوع التدخين مثلاً والغرض من دراستنا لهذا الموضوع كما ذكرنا سابقاً فالتدخين ظاهر انتشرت كثيراً لذلك علينا أن نذكر رأينا في هذا الموضوع وأن نكون فاعلين أما السياق العالمي هو الهويات والعلاقات السعادة ورغد العيش ما علاقة المراهقة والتدخين في موضوع السعادة ورغد العيش هذا ما ستذكره أنت لي بعد أن نحدد أبرز الخطوط العرضة في هذين المقالين عبارة البحث يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باسترام وجهات النظر المختلفة إذن أؤكد أن عبارة البحث كما تلافظ عزيز الطالب قد أخذت من المفاهيم التي ذكرتها سابقاً الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه هو موضوع المراهقة كما ترى أمامي مقال سنتعرف إلى نوع هذا المقال وخصائصه من خلال ما درسنا في الصفحات الأولى من الكتاب وهو مفهوم المقال وأنواعه وخصائصه ثم سندخل في هذا المقال من خلال قراءته القراءة الأولية ثم نقلد هذه القراءة قراءة القدوة بصوت المعلمة ثم بأصواتكم ثم نقوم بتحديد أبرز الأفكار من هذا المقال من خلال أسئلة أقوم بطرحها أنا بعد قراءتكم وتحديد المفردات الجديدة التي تعلمناها في هذا النص ومن المهم أيضا استخدام هذه المفردات في لغتنا استخداما فاعلا فأقرأ مثلا المراهقة السوية الخالية من المشكلات أقصد بالسوية أي فعليا الخالية من المشكلات لذلك علي أن أستخدم هذه المفردة في تعبيراتي وأثناء كتابتي للمقالات التي ستطب مني بعد قليل إذن قمنا بدراسة مقالين بعد أن انتهينا من هذين المقالين ستقوم عزيزي الطالب بكتابة مقال وهي كمهمة تدريبية قبل المهمة الرسمية ستستخدم فيها علامات التلقيم التي ذكرناها ستستخدم فيها قواعد الكتابة أيضا ستحدث فيها عن مرحلة المراهقة أذكر عزيزي الطالب بأننا نقوم بالنزول إلى المكتبة مرة كل أسبوعين ونقوم أيضا بتناول حصة للتربية الوطنية في هذا الأسبوع ستكون حصتنا هي المكتبة حيث سنفعل قراءة قصة وستكون هذه القراءة على شكل مجموعات سأعطيكم أنا هذه قصة وعليك أن تراجع صفحة المنصة التعليمية لتعرف التقييم الذاتي وما هي الأسئلة التي ستطرح عليك بعد الانتهاء من قراءة القصة إذن كانت هذه موضوعات الأسبوع الرابع وأبرز القطوط العريضة التي سنناقشها أذكر بضرورة العودة إلى صفحات المنصة التعليمية لأن هذه الصفحات مليئة بالمصادر والأنشطة التفاعلية والتقييمات التي تساعدك على فهم الدروس بطريقة أفضل أشكر استماعكم وأتمنى لكم نهارا مليئا بالخير والصحة والحب